هالمر هنعمل حشوة جديدة ومميزة هي حشوة الجبن المطبوخة للمعجنات او السبريم برول لنسويه بدنا ملعتين كبار من الزبدة وملعتين زاد وبصوحهم على النار بس لما يبلشوا يصوحوا عندي هديف عليهم 3 معالي كبيرة من الطحين او الدقيق منحرك الطحين مع الزبدة والزيت حتى يتغير لونه ويعطينا شوي ريحة وبس ما بدنا يحتري بدنا ننتبه كتير بهيدي المرحلة بس لا يتغير لونه ويصير بهيدا الشكل هضيفي عليهم كباية كبيرة من الحليب كامل الدسم اكيد كل المقادر هتكون موجودة بصندوق الوصف اسفل الفيديو واذا بتكون كمية اكتر بتدوب لو كل المقادر هلأ هخفف النار لأوصل لهيدا القوام هضيفي علي جبنة المزرلة فيكون تحطوا اي نوع جبنة بتصوح بس اذا كانت ملحة لازم تحلوها قبل فالمزرلة افضل حال حطينا المزرلة بس لما سيحيت بلشت الجبنة تصوح بهيدا الشكل ويصير القوام عنا متل ما منقول بموت وبظلنا عم نحرك لنتخلص من كل الزوائل الموجودة هلأ هون منذوق الملح اذا كانت بحاجة لملح لانا استخدمنا نحنا المزرلة منضيف شوية ملح وحطيت حبيت البركة كمان بيعطيها شكل كتير حلو واكيد مفيدة هلأ اه منسقل بصحن كبير او بيجات وبنطركها لتبرد لانه ما فيها نشغل فيها ابدا هي وصحنة اه بس لما تبرد شوي هارجع غطيها وحطها بالبرات تقريبا ليلة كاملة او في حط ثلاث اربع ساعات او خمس ساعات حتى تصير عنا جاهزة انو نشغل فيها للمعجنات او الرقات بعد ما بردت عندي شوفك يفصر شكلها قلي بواحد وتكون جامدة فبيخد مقدار ملعتين منها وبسكر الرقاتي كتير مني عن الجوانب لانه بس لما نشوية او لما نقليها بالزيت هترجع اه تموت وها احسى ما تزوح وتظهر برات اراءات فبسكرها بالتحين او السمغ اللي هو تحين ومي بسكرها وبحطهم بطبقات اه فوق بعضهم بيناتهم ورقة الزبدة وبحطهم بالفريزر من شاء ما يلزقوا بعض وبس لما يتلجوا تاني يوم الصبح وبشيلهم وبقصموهم بكيس فازان هاي اه وصفتنا اليوم اجبني المطبوخ ان شاء الله تكون عجبتكم اعجبتكم از اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او باي باي